اليه الحلقة نتعلم كيف نغير الوان جوز معين من الصورة بالفوتوشوب مرحبا بكم في برناميدكم بالفوتوشوب حانا كوشنوه اليه الحلقة الثالثة انا احنا الصديق مصمم صور سوداني عايزين لنا نتكلم عن كيف نغير الوان صورة في الفوتوشوب اللي عندنا الصورة بتاعتي شافعين الظريبين عندك تشيرت تاع البيت الاحمر عايزين نغير اللون تاعني ظريف عشان نغير اللون بتاع التشيرت دا او جزو معين من الصورة عايزين نتعلم حاجة جديدة اللي هي حاجة اسمها عجزمت ليرس عجزمت ليرس هنا نمشي لير نمشي نيو عجزمت ليرس نمشي يلا الاجزمت لير يلا الاجزمت لير تحكم في حاجتين كل الخيارات الفاضية تحكم في حاجتين تقيبا يعني في الالوان وفي الإضاءة بتاع الصورة كويس نحن نتحكم في الالوان فحان نمشي إلى طبعا هيو في الفوتوشوب اللي هي معناتها لون اللي هو اختار أحمر كده ساتوريشن دات تشبع بتاع اللون المعين طيب نضغط هيو عن ساتوريشن طيب نضغط اوكي لو لاحظت طوالي الفوتوشوب عمل لير جديد اسمه هيو عن ساتوريشن لان اسمه نيو ادجسمنت لير ففي النافسة دي سيصغر لك الهيو اللي هو اللون أخدر أحمر كده الساتوريشن كويس إلا اللون داير غير اللون غير الهيو فحافظت اللوما بتغير لاحظت اللون بشدة من عينته اللون المعينة اللي اخيام هنأتما saute الناس لكني تقومون بالسخطة iekشن اللون الأحمر نقومون搜أ التقري one صارليان النهوزة من النهوزة survivًا لاحظتي والتول الى. ويلا يريد المطبس دي بنستخدمه عشان نختار بها اللون البسيناس عشان نختار بها كمية اللون ان احنا عايزين نختاره من الاحمر ده. لانشان لحظة هنا الابيض بيمثر اللون اللي احنا اختارناه والاسود بيمثر اللون ان احنا ما عايزين نختاره فبتحكم فيها شوية ممكن برضه ازيد بالادة دي ازيد اللون نحنا عايزين اختاره كل مرة اضغط في الحتة اللي انا عايز اختارها حتى لو اختار لك جزء انت ما عايزه مثلا نختار لك لون البشرة اللي هو فيه شوية احمر حتى لو اختار لك ما مشكلة ممكن نتخلص منها فيما بعد يعني نضغط اوكي طوالة لو حستعملك سيلكشن للحتة اللي انت عايز تعدل فيها نمشي نعمل نفس الحركة layer نمشي hue and saturation نضغط اوكي المرة دي عمل لك layer فيها layer mask اللي هي دي الـ selection بتاعنا زعت وقلنا بالابيض والاسود كويس اللي هي layer mask دي كويس فلو غيرنا هتلاحظ انه هتغير بس اللون اللي احنا اختارناه وذلك احنا عايزين نعمله مثلا نعمل بـ purple ممكن برضو نغير saturation ننقص حبة عشان يكون ضريف كويس طيب لو قربتك بتلاحظ انه في جزء احمر يعني ما عايزينه مثلا زي الجزمة بتاع تبالده مثلا لو ما عايزينه ممكن بادة فرشة عادية باللون الاسود ممكن نمسحها نمسحها عادي كويس لو حظت ممكن نمشي هنا نضغط alt وكليك الشمال كويس بالماوس هيصار لك الحتة ان احنا مختلنا احنا مختلنا فهنقوم ممكن نمسح اي جزء ان احنا ما عايزينه بتاع تبالده بتاع تبالده اجه ما نأسر فإذا الصورة احنا ما عايزينه باللون بتاعاته تكون بيرفكت يد من البحض جديد بشكل كذا بقنا انxo نغيرنا اللون الصورة بطريقة سهلة سهل طريقة فااا ان شاء الله اللهم استفتوا من الدرس تابعونا كل اسبوع عندنا دروس جديدة كويس وشكرا اليكم كثير رب يندكم صحة العامة وفي أمان الله